النهاردة كلنا عارفين مباراة كبيرة لفربول وأرسنل وبالتأكد مباراة مهمة جدا في صراع الصدارة اللي بتقرب بالنسبة كبيرة جدا مع المانا سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي لكن جولة مباراة اليوم النهاردة في مباراة مهمة جدا سواء في الدوري المصري أو حتى في الدوريات الأوروبية وكمان الدوري الإنجليزي الدوري المصري كان في مباراة النهاردة تلعبت الساعة 3 في ملعب الجنة وانتهت منذ قليل وخسر أو خسر الجونة على ملعبه أمام المولين العرب بواحد اثنين كان الجونة متقدم بهدف مقابل لا شيء لكن قدر فريد المولين العرب يعمل رمونتادة ويفوز باتنين واحد الساعة خمسة ونص مباراة مهمة جدا ما بين الاتحاد السكندري والإسماعيلي المباراة أهميتها بتأتي أن كلا الفريقين لا بديل أمامهم سواء الفوز كل جهاز فني بيواجه ظروف صعبة فبتأكيد نتيجة هذه المباراة هتكون مؤثرة في مشوار أي جهاز فني في كلا الفريقين خلال الفترة اللي جاية ساعة 8 من مساء اليوم وفي ختام مباراة اليوم امبي هيستضيف سيراميكا كيليو باترا على ملعب بيترو سبورت طيب دوري أبطال أوروبا والإصارة والمتعة في الملاعب الأوروبية الساعة العاشرة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة في مباراتين يوفنتوس يستضيف فيا ريال وليل الفرنسي يستضيف اتشلسي دوري الإنجليزي والمراحل الحاسمة وصراع الصدارة ساعة 9 ونص برايتون بيستضيف توتنهام هوتسبير والساعة العاشرة والربع أرسنال على ملعب طهراء الإمارات بيستضيف ليفربول مباراة مهمة جدا لكتيبة يورجان كلوب وبالتأكيد إن شاء الله بنتمنى التوفيق فيها لمحمد دا صلاح لأن خلاص صراع الصدارة بيخترب بنسبة كبيرة جدا مع المانا سيتي والفوز النهاردة هيقرب النقاط بنتكلم فارق نقطة ولسه هيكون في مباراة مؤجلة كمان أرسنال نتمنى النهاردة نشوف محمد النني ويكون موجود في التشكيل السياق خاصة أنه بعيد تماما عن المشاركة في الفترة الصادقة دي جولة من مباراة اليوم